اللاعبين صراحة الكبيرين سيف تيري ومحمد عبد الرحمن الذين يستحقوا فرصة صراحة للاحترام بما قدر نعم جميع اللاعبين على مستوى عالي جدا يعني المنطخب الوطني لو تمسك عناصر المنطخب تغريبا كلهم عناصر شعب جدا إمكاناتهم تأهلوا منهم يكونوا في كل الدوريات وإن شاء الله ينتبهوا للجزئة دي وكلاء اللاعبين عندنا وكلاء كويسين جدا زي الله عبد القادر قادرين أنه يسوقوا لعبين بصورة كويسة حتى تعود الفائدة للكرة السودانية ويكون الاحتراف صغافة في المرحلة الجاي شكرا لكل اللاعبين وفرد فرد وتحية خاصة للكبتن الشغيل على كل اللي تحمل في الفترات الماضية نصر الدين الشغيل واجه انتغادات كبيرة جدا تحملها بين صبر ورده دائما كان في الميدان قدم مستويات عظيمة وفارق جدا مع المنتقب هو أكرم الاثنين كبتن أكرم موجودهم كلعيبة أصحاب خبرة فارق جدا في المنتقب مع أمير كمال وظاهر جدا تأثيره في الاحتفالات بعض المباراة في التوجيهات في التدخلات وفي احتراضاتهم مع الحكم واضح جدا تأثيرهم فالتحية للجميع نعم الدولة على أعلى مستوياتها كبتن مدثر كانت مهتمة وحاضرة على رئيس مجلس السيادة وقد حضر دكتور حمدوك شخصيا لللاعبين في فندق الإقامة وهنأهم بالانتصار الكبير والعريض وهم نقطة ذكر أن الدولة ستكون حاضرة في دعم المنتقب في المرحلة إن شاء الله هنا من ذلك وهذا الطبيع والمتوقع أمم السرير للسودان وكرة الغدم واحدة من أعظم السفارات الموجودة في أي مكان في العالم